تب نصف البسط الفني واختلاطك كبير جداً مع النساء أو الفنانات ناني زوجتك مدغار عليك تعرف لا تعرفني هي تعرف ما لحيش يا الله يعني سواء المهرج بس هذا عدي مهرج لا لا تعرف هي تعرف بس بالبداية صارت مشاكل يعني صار زعل وكذا يعني صور بزعلة تخلى قلك من أمانة على من أمانة على ليش قلي ليش احنا شايف عادة التمارين تطول شهرين ثلاثة فكل ما روح لمسرح أمانة مر علي ياخذني مر علي ياخذني فشانت ديك أمانة 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 شركت قلت تشعدك وامانة يابا والله ما عندي شي صديقة وأخيت وفنة يعني فعلاً مرحلة مرحلة وصلت إلى الطلاق اي نعم اي راحت مو بسبب أمانة لا لا يعني بسبب غيرة اي يعني بسبب المسر اللي هو اللي قلت عليه والغيرة والمرض غار على الرجلها بالنهاية اي واني شغل الهم يختلف بالليل شغل الليل شون تلافيت الموضوع انت واحد من فنانين اللي هواي اللي عانوا من هذا الموضوع تلافيت الموضوع تلافى لي على داخل الله يلحمه اي خابر وعدها ميانة طبعاً عدها ميانة وياها اي شواله يلا وليش يلا لما غير رضي شو تعالي اي شواله تعرف حلت المشكلة وبعد؟ ما قبل إلا هو طبعاً هي بتخالي وخاله ما قبل إلا مشيه انه اروح للبيت ومشينا عليها وجبناها تزوجته على حب؟ لا علاقة وبعد؟ صلت بعرشي الأولي اه؟